السلام عليكم مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا أقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزاد اليوم الحصة بتاعنا وين غالي نكلمو على لامين يعني لامين جمال وين فاطمة المغربية صد وصول ياميل الى نهائي اليورو يعني بعد فوز ده أفضل العاب يعني وين أسهمت المغربية فاطمة جدت لامين ياميل من جهة الأب في وصوله الى وجهة كرة القدم الاحترافية مع نادي بارسلونة والمنتخب إسبانيا ما فتح أمامه باب لبلوغ نهائي كأس أمم أوروبا 2024 حيث يعني كان الفاتذ زهبي بتتويج باللقب الأول له والرابع لإسبانيا وقدم موهبة نادي بارسلونة أداء جيد مع المنتخب لاروح في اليورو 2024 ونجح في تسجيل هدف واحد وتقديم أربع تمريرات حاسمة منها في النهائي في الهدف الأول وبرز اللعاب المراهب بشكل واضح في النصف النهائي والنهائي يعني في كل سهمة في كل مباريات يعني سهمة في كل مباريات عندما سجل هدف جامل في شيباك فرنسا وتقديم تمريره السحرية في النهائي واحتفل موهبة إسبانيا يوم السبت 13 جوليا بعيد ميلاده السابع عشر وسط أجواء رائعة واحتفالية دخل معسكر المنتخب الإسباني الذي كان يستعد لخوض نهائي اليورو ضد الإنجليز الذي فاز في الأخير بهدفين لهدف وذكرت صاحبة الأمسي أن فاطمة المغربية جدت لامين يامين لعب الدور باريس في رعايته خلال طفولته وكانت لها يد كبيرة ووصوله إلى ما حققه حاليا خلال مسئلته الرياضية الاحترافية سواء كان ذلك مع نادي برشلون أو مع المنتخب الإسباني وأفضحت ذات مصادر أن جدت فاطمة جدت جدت فاطمة هي من تكفلت برعاية الموهبة المنتخب لاروخة بعد انفصال والده المغربي مونير النصراوي وولدته شيلة من غينية الاجتوائية كما أن اللعب ما زال قريب من جدته بعد دخوله عالم الأضواء والنجومية أنا أنا ما أقول هذا باب مونير برقا ما ولدي خان من ميسي ولدي خلي ولدك يطلع مغزلوا بزاف الدروج خلي غيب شوية خلي ولدك يطلع واحد الها على ولدك وقل عاب مليع وكل ما صح لها على ولدك مركب ما فع والدي 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 يسكن يسكن يم شوية خلي هذاوي خلي هي واحد واحد دنيا صعيبة دنيا صعيبة غي واحد واحد هذا مك وأولد التقارير الصعيبة الإسبانية أن فاطمة جدت الموهبة بارسلون هجرت من مدينة الطنجة المغربية إلى العاصمة الإسبانية مادريد لتكفل برعاية الرجل زب مهنة الرعاية المنزلية ثم استقرت لاحقا في مقاطعة كاتالونيا بعد وفاته وفاتها وبعد انتقال إلى مقاطعة كاتالونيا اهتمت الجدة بتربية الموهبة المنتخب إسبانيا عمليا وكان لها دور كبير في باقى والده محيطين به رغم انفصالهما حيث بقى متحدان يعني لغاية يعني في مسألة الاعتناء بيامير والنتيجة كانت وصوله إلى مستوى العالي في لعبة كرة القدم وينتظر أن يكون يعني وكان أساسي في تشكيلة المنتخب إسبانيا والذي واجه الإنجليز في نهاي كأس أمم أوروبا والذي احتضنها الملعب الأولمبي في مدينة برلين والذي سعى المنتخب الإسباني للفوز بها لحص لقبه الرابع في البطولة وفض الشراكة مع المنتخب ألمانيا الذي يقاسم معه كان يقاسم حاليا لكن يقاسم معه الرقم القياسي في عدة المرات تتويج في لقب اليورو بتلس ألقاب لكل منهما فانك طليان عندها زود طليان عندها زود فرنسا عندها زود فرنسا الديا واحدة 84 واحدة دو ميل في الدو ميل وانطليان فين الله عبار يعني وين حصل وين شعدنا فانك وين فاز اللامين نجم المنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لعاب شاب في البطولة أمم أوروبا والتي اختتمت مساء الأحد في ألمانيا كيف كيف كان فعال فعال في البطولة كان فعال في البطولة واللامين جمال في اليورو 2024 سجل هدف صنع خمس أهداف سهم في جميع الأدوار طارد مودريت من البطولة طارد كروس من البطولة طارد بابي من البطولة حرم نجم نجم الريال والإنجليز من البطولة حقق اللقب أفضل لعاب شاب في البطولة هالي يا أخو تخدم توصل تخدم توصل متى لقا أخو تخدم أوصل هالي يا يخدم وصل رابعيد 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 خويا رابعيد رابعيد أنا أستعرف رابعيد مستوى أخويا 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 ستعاشة عام أخويا أخويا ستعاش نعام برك خويا جاء الله ستعاش نعام برك هذا مكان كان جاي بلو مريقات كيف ما عرف كيف أبلي؟ ظاهرة ظاهرة مل سيقانت ويد نقول لك تسيبو حاطة مرق القياسي تبلي غوغي طلوال القام نقول لك غوغي طلوال القام تاحهم ظاهرة ظاهرة وقلت لكم غدي تحشي هالهم وحشات هالهم وقلت لحشات هالهم من أصباني على باك شوه أحط مرق القياسي تبلي نقول لكم حياة كبيرة حياة كبيرة حياة كبيرة حياة كبيرة كبيرة حياة كبيرة حياة كبيرة حياة كبيرة تحضر على ميسي وكريستيانو هذا وقتهم ووالدك فاني كان جاي وقته عادي بشوية واصل بصاش والدي 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 لا خلي والدك اختم احنا ماشا ناش بابا كريستيانو قال لهم مالدي مات و بابا ميسي قال لهم مالدي لا احنا رياح احنا كم رياح معنا والخون تاريدور ما تنساوش عطونا الجام كومنتر وبرتجونا الفيديو تواعنا وان شاء الله دايمن معاكم بجديد ورب يحفظكم ويحفظنا معاكم